السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب الصرفاندي من قناة إيهاب تيفي كيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين واليوم بدأ نشوف مع بعض جهاز ريدمنو الثمانية برو النسخة العالمية طلقة تحديثي 12.5.7 على أندرويد 11 لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في الخناة وتفعل الجرس عشان إن شاء الله يصل لك كل جديد يا حبيب وننتقل إلى الشرح المفيد تكنولوجيا الموبايل عالم واسع وهذا العالم بحاجة إلى مواكبة إيهاب تيفي تقربك أكثر فكن على قرب مننا موسيقى أول حاجة خلينا ننتقل إلى تحديث الجهاز المركز التحكم زي ما تشافينه هو وهو ونيجع على حول الهاتف لاحظنا التحديث نظامه تغير لو ضغطنا الآن على التحديث 12.5.7 هتلاقي أنه نظام التحديث اللي هو نظام جوجل مش نظام شاومي زي ما كان قبل نظام جوجل يومش جوجل هي اللي بتبعت التحديثات ولما تبعت التحديثات جوجل بنظام يختلف عن الأول أو عن السابق لاحظنا تحديث أمان بيقول لك الأندرويد تحديث أمان الأندرويد إلى يناير واتنين وعشرين وبحث عن التحديثات وبعمل لك بالطريقة هذا وبالشكل هذا الشكل اللي إحنا لسه ما شفناه قبل ليك أو شفناه على أجهزة تانية النظام محدث النظام القديم مكتوب عليه محسن هأنا مش مكتوب له محسن ولا حسن ولا حسن فبالتالي مش مبين إنه محسن الأندرويد الأندرويد زي ما أنتو شايفينه 11 وهذا التحديث نجي نشوف تفاصيله أو إيش الشغلات هل في إضافات ولا ما فيش إضافات لو جينا تطلعنا على الأمان لشهر يناير الفين اتنين وعشرين وهذا التحديث آخر إشي تحديث أمان للأجهزة الأجهزة التحديثات سواء شاومي أو الأجهزة الأخرى الآن لو جينا على الإعدادات الإضافية وفي الإعدادات الإضافية هل لاقي شغلة جديدة ولا ما نلاقيش مش موجود عندنا لها توسيع ذاكرة ولا حاجة زي ما أنتو شايفين ما في توسيع ذاكرة لأنه ريدميلو التماني برو أنا ملاحظ أنه عدة نسخ أجت بدون توسيع ذاكرة في المحسن مش عارف يمكن يجي توسيع ذاكرة لكن مش مبين أنه محسن ولو إجينا كمان اطلعنا على الإضافات بعد ما ضغطنا الإضافات الإضافات ما فيه كمان اللي هو وضع التركيز رغم أنه كان موجود في الأندونيسي قبل هيك أنا ورجيتكو أنه كان موجود لاحظ أنا هاي الستوديو موجود اللي هو هذي بتستخدم الصور تستخدم صورك أي صور بدكيها في الواجهة وعندنا كمان اللي هو الساعة هان الساعات كلها موجودة اليمين شمال ساعتين زي ما أنت عايز تحط اللي هو الساعات والأمور هذي لكن اللي هو التركيز ووضع التركيز مش موجود الآن بالنسبة لهذه التحديث اللي يعني غير واضح ولو إجينا كمان نشوف هالشغلة تانية يعني إحنا يعني دائماً بنحب نشوف كل التحديث في الداخل لأنه هذي الأمور بتهمنا كتير كتير وبتهمكو أنتو لو إجينا هنا لازم يعني نشوف الشغلة هذي اللي هو مساعد الصوت مساعد الصوت عدا كويس إنك تفعله لأنه هيساعد لك الصوت ويعمل عملية تحسين للصوت لأنه لو إجي تشغل التطبيق أو شغلت أي تطبيق كل تطبيق بيكون صوته منفرد عن الآخر لو جينا على تطبيق الحماية والبطارية منلاحظ أنه الخط المحسن مش موجود كمان يعني إشي غريب كمان الخط المحسن كمان مش موجود ما بعلم ممكن يجي في التحديثات الأخرى ممكن يجي تحديث له ولكن ننتظر نشوفنا إحنا هذا التحديث لسه مش بتأكدين أنه محسن لكن هو مش مبين أنا شايف أنه عليه محسن ما فيش إشي ما بعرف الواجهة التانية موجودة وتقسيم الشاشة والنوافذ روم بثقة كل هذا موجود يعني هو كان موجود وضايل موجود يعني إذا فيه عندنا اللي هو إضافات مش عارف مش ملاحظ أي إضافات الأنيميشن شغال زي ما انتوا شايفين الأنيميشن يعني موجود الاستوديو فيه الكاميرا والكل هذي كويسي يعني تفرز بين الكاميرا وبين الكل هذي يعني حركة كويسة وموجودة في وجهة 13 نفس الإشي اللي هو حركة الكاميرا وحركة اللي هو وكمان عندنا سلة المهملات زي ما انتوا شايفين موجودة سلة المهملات ما تقوليش إنها مش موجودة موجودة الآن في أغلب أو كل الأجهزة سلة المهملات بتخش على الألبومات بتلاقيها سكرين شوت هاي هو موجود يعني اللي بالنسبة كمان ل يعني إنها بتقدر تكتب بأي لون بتمحي بتعمل عملية تعديل يعني بتعمل منتاج للصورة اللي عملت لها سكرين شوت لو يجي خربشت زي هيك بجي اللي اخترت له الأحمر بتكتب بتمسح بتعمل كل حاج وهذا موجودة كمان في وجهة 13 اللي هو تعديلات اللي هو إديتور اللي هو تحديس النظام شايفين كيف نظامه هاي كيف بحدث زي ما انت في تجاري تحديس تحديس النظام زي هيك بواد يمشي زي هيك وهي تحديس مثلا لما أنا حدث على اتناش فاصل خمس فاصل سبعة بقول تم تحديس تصحيح أمان الى شهر اللي هو يناير 2022 وهنا جميع اللي هو يعني كله ميجاته قليلة التحديس يعني مش عارف هذا مش مبين عليه محسن لأنه 300 ميجا وحاجة هيك يعني ما بينش عليه انه تحديسي كبير أو تحديسي غير تغييرات لأنه التحديس الكبير هو اللي بكون فيه تغييرات وفي حاجاته وهنا عنا صندوق أدوات الفيديو صندوق أدوات الفيديو زي ما انت شايف موجود القديم لسه طبعا مع تحديس 13 هيتغير هتصير فيه اللي هو اسمه الخط اللي هو الجانبي وكان اسمه كمان اسمه وغيروه صندوق أدوات الفيديو ويعني يعني هو له أكتر من اسم الآن الخط اللي هو الخط اللي هو الجانبي بيسموه في التحديسات 13 وفيه تطبيقات تفتح تطبيق النوافة منبثقة بتزغره بتكبره بتخليه مثلا زي بتمسكه وتحطه في القرن هيك وبتمسكه وبعدين بتسكر التطبيق في نفس المكان بترمي بتزده لو جين الانيميشن هاي زي ما نحكينا موجود عادي جدا زي الانيميشن الموجود في الريدمي نوت عشرة مثلا برو الانيميشن ما فيه يعني أي تعليق لقيت الانيميشن كويس رغم انه مشغل التطبيقات اللي عليه يعني مش مشغل جديد لكن الانيميشن موجود وشغل ووضع تمام ما في مشكلة الجهاز بتحس انه سليس كويس ولكن لسه مع الايام بيبين أكتر وأكتر شايف هنا لما نجيت أحدث قال للبطارية منخفضة لحال ووتوماتيك حطيت الشاحن في البطارية واشتغل اللي هو بعدين عمل تحديث يعني حاجة كويس تنبيه كويس بلول الله عمر هي مبين التنبيه هادا كان موجود سابقا بس شكله اختلف والشكل اللي أنا هي بتكتب لك تحديث وبتحدي بتكتب اعادة تشغيل وبطفي الجهاز وبيشتغيل بشكل يختلف عن السابق صوت الجهاز صوت الجهاز عادي مش منخفض صوت الجهاز عادي جدا ما في مشكلة في الصوت كان في مشكلة قبل هيك في الاصوات وتم معالجتها بالتحديثات تحديثه كان فيه تحديث كان فيه مشاكل وتم الإصلاح اذا في حد عنده مشكلة في هاد الجهاز يكتب لي في التعليقات ضروري جدا لانه أنا بدي عرف الشو المشاكل لو اجينا اعادة ضبط المصنع بدك تعملها ضروري جدا اعادة ضبط المصنع لما تفرمت لما تتحدث من اندرويد لاندرويد او عندك مشكلة معينة لازم تكون عارف حساب المي زي ما انت شايف طلب حساب اللي هو الشاومي تكون عارف هذا الحساب هاي المشغلة هاي رقم المشغلة الموجود على التحديث رقمه اللي هو 4.21 مشغل قديم ولكن المشغل كويس المهم الاداء ملاحظ هنا اللي هو السنسور السنسور المكالمات شغال ما غلطش معي ولا غلطة وهي زي ما انتوا شايفين امامكم ممكن يغلط له غلطة بس لكن ولا غلطة رغم انه الميت انتي برو عنده بيغلط مش عارف ليش وهذا يعني يريد منه 8 برو ما في غلطات في سنسور المكالمات حاجة كويسة اللي بدنا نفعلها في شاشة القفل اللي هي الرسوم يعرض الرسوم المتحركة اثناء الشحن لما تكون انت فاتح الجهاز لما تكون انت فاتحه الجهاز يعرض الرسوم المتحركة هذه فعلها كويسة هم تعمل لك اناميشن لحركة الشحن اذا انت كان لونها زرقة بتكون مفعلة واذا كان لونها مش زرقة ووضع تجيب هذا حاول انك ايش تطفي لانه بعمل احيانا شاشة سودا لما انت تكلم مكالمة فاذا انت عامل مشكلة في الشاشة حاول تطفي وضع الجيب واتخلي مطفي اذا التحديث 12.5.7 التحديث المحسن 11.5.7 التحديث اللي مش محسن اللي مش عارفينه رأسه من رجليه وهذا كل اشي عنه نلتق ان شاء الله في فيديو جديد لا تنسى الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس يا حبيب عشان يصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام